تحرك فعال ومركز داخل الكونغرس الأمريكي من أجل إحكام القبضة بكل شدة وبكل قوة على قضية وقضايا الأمن القومي المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية وطبعا هذا يربطنا كعراقيين بشكل مباشر وطبعا الكونغرس يتحرك هذا التحرك بسبب أنه آخر مرة تدخل الكونغرس بشكل مباشر وصريح ودقيق في قضايا الحروب وفي زمن هذا الرجل الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزيفيلد في قضية الحرب العالمية الثانية بعد ذلك لم يتدخل الكونغرس بشكل مباشر في أي حرب من الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك ما يرون أنه بسبب بعد موجود الكونغرس بشكل صريح ومباشر في الحروب بعد الحرب العالمية الثانية شفنا كل هذه الإخفاقات التي تتعاني من عده الولايات المتحدة على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستويات أخرى حتى على مستوى فييتنام ولكن بالتركيز على القضايا المتعلقة بيننا في الداخل العراقي على سبيل المثال وعلى اللي صار ويانا أن جورج بوش الأب على سبيل المثال هو في وقتها أرسل 150 ألف جندي أمريكي إلى الخليج العربي لمواجهة النظام العراقي السابق عندما قام طبعا النظام العراقي السابق بغزو الكويت وهذا القرار الذي اتخذ جورج بوش الأب هو لم يكن بأي تخويل من الكونغرس يعني فادهم تماما واتخذ القرار بنفسه بسبب أن السلطة التنفيذية لديها قوة عالية جدا وأنه اعتبر أن هذا ظروف خاص ودعوة وغيرها من دون العودة إلى الكونغرس الأمريكي وبعد ذلك أيضا جورج بوش الأب على سبيل المثال حصل على تخويلات للحرب وقرارات للحرب التي هي مثل الـ AUMF Authorization for Use of Military Force لعام 2001 الذي على أساسه غزوا طبعا أفغانستان وكذلك الـ AUMF لعام 2002 الذي غزوا به العراق في عام 2003 هذه قرارات هي على أساس مكافحة الإرهاب بشكل مباشر يعني القرار للحرب على العراق في 2002 هذا القرار هو مصمم لمواجهة النظام العراقي السابق وينتهي الموضوع إلى هنا ولكن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والإدارات المتعاقبة استخدموا هذا القرار لأغراض لم يتم التصويت عليها على سبيل المثال واحدة من أشهر الأمور التي صارت هي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم هذا القرار وقام باختيال الجنرال قاسم سليماني على طريق المطار بالإضافة إلى ذلك أيضا يعني إذا ما جئنا إلى الأيو أم أف لعام 2001 هو مصمم لعملية مكافحة الإرهاب من قبل تنظيم القاعدة ولكن لما راحوا إلى أفغانستان قامت حركة طالبان بفتح النار على الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي صارت المواجهة مع حركة طالبان مع العلم حركة طالبان هي مو من ضمن الأمور التي صوت عليها الكونغرس والتخويل التي نطعوا به طبعا إلى جورج بوش الإبن أن يقوم بالحرب على حركة طالبان هي ضد تنظيم القاعدة والمثير أن حتى جيك سولوفن مستشار الأمن القومي الحالي للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كشف قضية مهمة عن هذا التخويل بأن حركة الشباب في الصومال هي من ضمن هذا القرار وديواجهون حركة الشباب بهذا القرار مع العلم حركة الشباب آنذاك لم تكن موجودة يعني لما صوتوا على هذا القرار لم تكن موجودة من الأساس والآن هذا القرار يستخدم ضد حركة الشباب وكذلك أن قرار الانسحاب من أفغانستان وهذا القرار طبعا الذي اختلف من إدارة إلى أخرى من تطبيق دونالد ترامب الذي كان يريده إلى جو بايدن هذا سبب إرباك كبير جدا ورغم كل هذه القرارات ووجود الولايات المتحدة الأمريكية مدة عشرين سنة من أجل منع تنظيم القاعدة من العودة ها هو تنظيم وها هي تنظيم القاعدة تعود من جديد وتعود لتسيطر والآن الخطر موجود بالنسبة للأمن القومي الأمريكي كما يرون الآن في الأوساط الأمريكية ولذلك المليتري دوت كوم نقلت هذه الكنسرنز والقلق الموجود طبعا في أمريكا وهناك حديث بأنه يجب أن نعود إلى أفغانستان وأن نقوم بغزو أفغانستان وبرادلي بومن وهو طبعا مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات كان له تصريح في واحدة من أكثر التصريحات المثيرة عن الأوساط الأمريكية وما الذي ترى في هذا الموضوع شوف شنو اللي قال بومن بهذا الأساس سنضطر إلى إعادة القوات العسكرية الأمريكية بشكل ما إلى أفغانستان لا أعرف ما إذا كان ذلك سيتم بعد ستة أشهر أو ستة أعوام لكن الكارثة في العراق استغرقت ثلاث سنوات حتى لحظة ظهورها علينا يقصد يوم من سحبت الولايات المتحدة في عام 2011 وورث للسنوات ظهر تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 لذلك الناشنال انترست قبل 48 ساعة من الآن اهتمت بهذا الموضوع ووجدت أنه يجب أن تتم عملية إعطاء التخويلات الكاملة والقدرة الكاملة للسلطة التشريعية وهي الكونغرس الأمريكي وأن قضية الأمن القومي يقرر بها الكونغرس لا يقرر بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ الآن دعم لمشروع قدم من هؤلاء النواب المهمين الموجودين في الكونغرس الأمريكي يعني هذا بيرني ساندرز الديمقراطي مع الجمهوري كريس ميرفي وكذلك مايك لي هذولا ثلاثة هم قدموا مشروع على هذا الأساس أنه تعال يجب أن يكون الكونغرس يمتلك القوة في هذه القضايا وطبعا أبرز الأمور الموجودة في هذا المشروع المدعوم الآن بشكل كبير أن الكونغرس الآن قضايا الحرب هو ليقر بها يعني إذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر جو بايدن أو غيره رادي يسوي حرب على أي دولة فلازم يرجع إلى الكونغرس والكونغرس يضطي التخويل ويصوت بالحرب بينطوا تخويل مثل الأيو أم أف مثل ما سووا بالعراق أو مع أفغانستان بالإضافة إلى ذلك في قضايا نشر القوات الأمريكية ينشروها بالأماكن اللي يريدوها وينسحبوا من الأماكن اللي يريدوها بحسب ما يقرر الكونغرس وليس بحسب ما يقرر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لازم الرئيس دائما يعود إليهم في هذه القضايا بالإضافة إلى ذلك هذا المشروع الذي نتحدث عنه أيضا هو مرتبط في قضية بيع السلاح ما يبيعون السلاح لأي أحد ما يبيعون السلاح مثل ما يقرر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعني باستثناء إسرائيل وحلف النيتو وحلفاءهم اللي هم مباشرين وياهم راح يبيعون أسلحة لا بموافقة الكونغرس الأمريكي وكذلك قضية مهمة جدا هي الميزانية لتمويل الحروب ونشر القوات الأمريكية والسحاب القوات الأمريكية أيضا يجب أن تأتي من الكونغرس بشكل مباشر يعني إذا الرئيس الأمريكي تحدى قرار الكونغرس الأمريكي هذا المشروع إذا ما تم إقراره وراد يروح إلى حرب أو راد ينسحب مثلا على سبيل المثال من أي دولة فما راح يقرروا للميزانية من أجل تطبيق هذا الأمر وبالتالي يكون مقيد ومقيد للغاية فهذا طبعا الأمر أيضا يعني هناك تحرك جديد وليس فقط بهذا المشروع هناك مشروع آخر الآن قدم مؤخرا يوم الخميس الماضي البولوتيكو اهتمت بي أيضا مشترك بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بين نائبين اتفقوا بيناتهم على تقديم مشروع يسير في هذا الاتجاه أيضا ببعض الصياغ المختلفة ولكن يهدف أن يكون الكونغرس هو القوة الأساسية في هذا الموضوع ولذلك بالنظر إلى وضع العراق ووجود القوات الأمريكية هنا تأتي النقطة المهمة الأوساط الأمريكية الآن قلقة من قضية العراق والانتخابات القادمة رغم أن هناك تفائل ولكن في نفس الوقت هناك قلق والـ War on the Rocks يوم 20-09-2021 مؤخرا تحدثت عن هذا القلق الموجود عيهم شوف شنو اللي يفكرون بي حول الانتخابات العراقية القادمة رغم وجود عدد من السيناريوات المعقولة بعد الانتخابات يقصدون الانتخابات العراقية إلا أنه من غير مرجح أن يحقق أي منها هذه الرغبة وأن احتمالية عدم الاستقرار في العراق بعد الانتخابات أمر حقيقي لذلك هذا قلق من طبيعة عملية الانسحاب أنه ممكن أن تؤدي إلى الكارثة التي يواجهوها الآن في أفغانستان ممكن أن تؤدي لسبب أو لآخر لعودة الإرهاب من جديد في العراق كون أن داعش موجود داعش خراسة موجود في أفغانستان هناك تصاعد الإرهاب بشكل عالي ليس هناك قضاء تام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الأطراف الإرهابية لذلك هناك قلق مستمر ومتصاعد